انت كنت مبسوط طريب من ده ولا انا مبسوط من الترند ولا مبسوط من ايه بص انا مبسوط طبعا انه انه هاني عامل الترند الكبير ده وان الناس كتير بتتكلم طبعا اي فنان بيبقى مبسوط انه انه يبقى اسمه بيتزاع في الترند الماء على السوشيل ميديا لكن انا مش مش مبسوط من محاولة محاولة تصيد اخطاء مش موجودة في الدراما وتقدمها على ان الدراما بتقول كده ده 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 مش مبسوط منه لانه مش معقول ان احنا تعبنا وشقينا وعملنا مسلسط ده واخد مننا وقته موجود كبير جدا علشان الناس تيجي تختزلوا في 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 كوميكس مش حتى مش في المشهد نفسه في كوميكس وتقول اه الحق شوف الدراما المصرية بتقول ايه ده مش حقيق جماعي احنا مقدمناش كده وما قلناش كده وما بنشجعش على اي اه اعدات وتقاليد مش شرقية احنا بنقدم دراما متكاملة بتتكلم عن انماط واشكال مختلفة ونمازج مختلفة من الثقافات والناس اللي موجودة في مجتمعنا محدش يقدر يقولي كلنا ايمين او كلنا شمال مفيش حاجة اسمها كده احنا عندنا تنوع لا نهائي في العادات وفي التقاليد وفي الثقافات وفي كل حاجة فوظيفة الدراما انها تلقي الضوء على الحاجات اللي انت ما بتشوفهاش في حياتك اليومية وتقدمها لك في بيتك وانت قاعد مستريح تتفرج عليها بعقل هادي وبدم بارد وتحلل وتفكر وممكن جدا الدراما تقدم لك حالة في المجتمع ممكن تصدمك بس هو ده الهدف احنا عايزين نعمل كده احنا عايزين نصدمك عايزين نخليك تفكر عايزين نخليك تحلل الحياة الطبيعية الحياة اليومية يوم بعد يوم كل واحد فينا عنده معتقدات وافكار معينة وراسي عليها وثابت عليها وماشي بيها لكن ممكن جدا وانت بتقرأ كتاب او بتتفرج على فيلم او مسلسل تبتدي تسأل نفسك عن الحاجات اللي انت عايش بيها طول عمرك ده تبتدي ترجعها تاني وتتفكر فيها تاني يا اما تطورها يا اما تلغيها يا اما تغيرها يا اما هو ده التطور الطبيعي بتاع الانسان وانه دي طريقة اللي الانسان بينضج بيها بس